موسيقى انا بس عايز اقول للناس ونزلت عندي الصراحة على فيسبوك لو انت لو بستمتع مستمتع باللي بيحصل ده هيفرق معاك ايه هو متركب ولا مش متركب لو انت مش مستمتع ما تفرجش عليه فالمفروض يعني ان احنا نبقى مستمتعين مش مستمتعين ما نفرجش بس زي المسلسل او زي الفيلم المشهد التمثيلي انت بتبقى عارف ان ده مشهد التمثيلي بس بتحس به و بتتعامل معاه و بتحب التتعاطف مع الفنانة و بتكرهه والجو ده فاستمتعوا يعني بلاش كله بقى بقى فيه سوشال ميديا فعايزين ننتقد و خلاص هل تعرض عليك فكرة مقلب قبل كده او حد قالك انت راح مقلب و رفضت طبعا 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 انا سال الفيز كان مفروض يعني عندي برنامجين مهمين بس انا يعني بخاف جدا و يعني شوية بخاف مش بحب كده فلاس ان انا بحب دايما يعني اكون صريحة مع جمهوري يعني اكيد مش عروح مقلب و قامل نفس سيدارة مش عارفة فضد الفكرة دي تماما انا قد نقول الفنانين 90% منهم عارفين المقلب اللي هم رحلين اه على حد علمي اه طبعا لانه يعني يعني هو عارف ان هو راح برنامج مقلب بس انا بيبقاش عارف التفاصيل بتاعته ايه او او لانه يعني كامان لازم اعارف يعني ايه برنامجين بقلب طردوا عليك مش هينفع مش هينفع رامز بيرهم و لا مش هينفع رايك في الناس اللي بتقول ان الفنانين رايحين معارفين ان فيه رامز بس مش هينفعين تبعات المقلب والله انا اتعمل فيا مقلب وانا اضد المقلب اتعمل فيا مقلب والله ما كنت اعرف خالص بس الناس عاولين اتكونت يعارف علشان انا افضلت اعملة كده انا نيستل علي الحال ان انا اعملة كده ده كان من سنتين انا مكنتش اعارفة رايك مالي بيقول ان هم بيقون فنانين عارفين انهم رايحين لرامز مقلب بس مش عارفي انت ع temperatura فاطلوله ان أيه لا تبعا مش كلهم على فكرة مش كله بيبقى عارف فيه ناس عارفة وفى ناس لا مصراحة كده في شخص بك تحارفه ولا لا؟ لا 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 لو عارفة مش هتروح لان هي بتخاف جدا الناس بتقول ان الفنان رايح عارف انه رايح لرامس بس معرفش طبعة المال بالكلام ده صحك الفنان بتعرض عليك حاجة زي دي ولا لا؟ لا محالتش يعرف طبعة كريزي تاكسي كمان لان هو المنتشر الفضار دي برامس انه سمعت انه ده اه اه اتفضح مش كده؟ يعني هو طبعا ساعيتها بيقرر هنا على ان الممثل كويس لكن الحكاية انه ان انت بتمثل ان هما مش حقيين دي طبعا حاجة مش لطيفة خالص